تزامنا وموسم الإعياد المباركة التي تطرق باب اللبنانيين بدأت مظاهر الحياة تعط تدريجيا إلى عدد من المناطق حيث أماكن السهر والمطاعم تعج بروادها في ظاهرة لا تعقص حقيقة الأرقام الاقتصادية المخيفة وفي بلد حذر البنك الدولي من أنه غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه دمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي حركة مقبولة بالنسبة للوضع اللي عايشين في لبنان اقتصاديا حركة كثير منيحة العالم عم تظهر عم تروح عم تجي ونحن هون بجونيا بالشارع الأتسال أن الحركة منتازة تعتبر هلأ على العياد شوي حركت أكتر صارت أحسن من الأول بكتير ما أنه الشعب شوي يمكن منه قادر يطلع قد قبل بس نحن شعب بحب يرفع عن حاله وبعضه عم يجرب يطلع يرفع يمكن بطلت قدرته شرائية قد قبل بس بعضه عم يطلع وهيدا المطلوب وإن شاء الله هيدا الكتاع يظل مستمر الحمد لله حركة منيحة وهون بجبال نحن صرنا يعني مقصودين بيقصدونا الناس على المنطقة ريئة وحلوة وبحر حلو ونظيف وبس زبط التأس تغير صرنا نشوف حركة وفي حديث لصوت بيروت انترناشنل أكد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري توني الرامي أن السياحة بحاجة إلى الاستقرار الأمني والسياسي كي يحيى هذا القطاع الحيوي من جديد مؤكدا أن عودة السفيرين الكويت والسعودي إلى بيروت مهمة جدا وإشارة إيجابية لانتعاش اقتصاد لبنان تدريجيا وإذ توقع أن يكون موسم الصيف من خلال الحجوزات والمؤشرات المتوفرة إيجابيا للسياحة في لبنان تمنى الرامي أن ينعم بلدنا باستقرار سياسي بعد الانتخابات ينعكس إيجابا على السياحة كما تمنى أن يطفي فصل الصيف جرعة أكسجان للسياحة في بيروت وتوقع الرامي أن يكون مدخول القطاع السياحي بين مليار ونصف ومليارين إذا لم تحصل أي مفاجأة أمنية أو أي عامل معاكس للتوقعات